تشلنا على الجزائر جديدة أن تجعل الناس يحب يعيش في بلاده ربما ربما ما بين الحلول منضمنهش مئة في المئة لكن نحاولوا أن تكون في اتفاقيات مع بعض الدول كما أن أصبح شباب يمشي يفوته أسبوع ولو أسبوع في المصر الفلاني أو لو يشوف ويرجع مقتنع دليل؟ بلسطور ما يشتري فرصورا في بلاده قوادمة والهادي يحيا قاسم المصارعين لا نقول الكلمة التي جاءت بعدها وقال لك راحوا للمطار فرانكفورت يبدو أنهم سمعوا بالفعل إلى تبون وقالوا نحن لا نخسروا البلاد لا نخسروا بي جديد وما دعنا في اليونان خلينا نروحوا نشوفوا الفقر في ألمانيا فهذا إسلام وإسلام قوادمة والهادي يحيا قاسم راحوا نسمعوا لتبون ورحوا يشوفوا الفقر في فرانكفورت في ألمانيا واحد رايكتب لي هربوا رك تكذب على تبون انت انت رك تكذب على تبون ما هربوش رحوا يشوفوا الفقر هناك رح يشوفوا الفقر هناك وقال لك قال لك 8-8 وممكن يروحوا 8-8 ويرجعوا ها هم أخواننا اللي رحوا يشوفوا الفقر في ألمانيا ها لكن هذي تعلي راح وشوف الفقر في ألمانيا ماشي جديدة اوكي انتاني ذاك الوقت زوج لاعبين من من كورة اليد خلا نشوفوا اسمواتهم مش حاطين الاسم هنا انا ذاك ايضا كانوا زوج ويبدو ان المانيا هذي فيها فقر كبير كانوا زوج لاعبين هامان ذاك ذكرونا باسميهم اخوة المتابعين انسيت الاسمي كنت تكلمت عليهم في هذاك الوقت هذو كانوا راح يشوفوا الفقر في جوا سمعوا التبون في خطابه وقال باللي راه جهنم أوروبا راه جهنم وراه الفقر مالء الدنيا في أوروبا فهما قالوا ايحنا رانا مدام جينا جينا نلعبوا في كورة الطاولة ولا كورة اليد لا كورة اليد هوندبول مدام رانا يجينا نلعبوا في الهوندبول خلينا راحوا نشوفوا الفقر في ألمانيا المشكلة انهم راح يشوفوا الفقر في ألمانيا وما زال ما رجعوش هذه المشكلة تبون راحوا يشوفوا الفقر في ألمانيا ويبدوا أن هناك فقر رهيب ما زال ما يكملوش المدن الألمانية والقرى الألمانية اللي غارقة في الفقر وغارقة في الميزيريا والألمان هذو كل الذين يجمعوا في الدراهم باش يحرقوا في البوطي هم يديروا في الرافور مسخرة يومها خرجت سيدة يبدوا أنهم حطينها مسؤولة على كورة الهونتبول وقالت لهم أنا حايرة قالت لهم أنا حايرة في هذو اللي هربوا خلينا نقولوا هنا كلمة هربوا هي غلطة هذو اللي رحوا يشوفوا في الفقر في ألمانيا قالت لهم علاه رحوا يشوفوا في الفقر في ألمانيا الجزيرة هي أجمل وأفضل طبعا جزيرة تاكلوب ديبان أكيد أنها أجمل من كثير وأغنى من كثير من القرى والمدن في أوروبا تاكلوب ديبان تع شيراة تع موريتي تع سيدة فرج ليس تع السكان اللي في المنطقة تع السكان المحميات هذه الجزيرة تعاخير عندهم جيت سكي وعندهم الحراسة وعندهم سيارات آخر طراز وعندهم ما يدفعوا لأنترنت ولا كهرباء ولا تري سيتي ولا ما ولا إيجار والحراسة بالدرك وهذهك جزيرة بينسير مصيبتهم أنهم لم يكتفوا بإفقار البلاد لم يكتفوا بإفشال البلاد لم يكتفوا بتخريب البلاد لم يكتفوا بتجويع الناس لم يكتفوا بقطع الكهرباء والغاز على الناس بما في عين حلم الخنطورات لم يكتفوا بالمياه اللي في الصيف الناس عتشت إلى درجة بشعة لم يكتفوا بكل ذلك لم يكتفوا بالقادرات التي تملأ المدن والقرى والأحياء يخرج تبونهم يقول لك رهي أوروبا جهنمة وتخرج أبواقهم آخرها كانت جارة الخبر أمس تقول لك باللي أوروبا والأسعار والتضخم وكأن الأوروبيين هما اللي رغم يهربوا الجزائر وكأن الألمان والفرنسيس والسبنيول والطيليان والإنجليز هما اللي رغم يهربوا الجزائر مما يزيد من الغضب والاستفزاز نفس الطريقة أن تعسيسي بالمناسبة نفس الطريقة فتتراكم بعد الناس خلاص توصل المرحلة معينة لك خلاص مراناش مع عبادها ديمة 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 مش عبادها ديمة في الحقيقة الشابين اللي ذكرتهم في البداية هربوا إذن فرار مسارعين للمنتخب الجزائري لأنه مرحلة ربما كان بعض الناس يحسبوا أنني يستهزأ بهم بطبيعة الحال وأنتم مركم فاهمين هذا لكن ربما واحد تغيب له يقولك كيف هذا فرار مسارعين للمنتخب الجزائري المسارعة بعد مشاركتهما في بطولة الألعاب الشاطئية باليونان ويتعلق الأمر بإسلام قوادما والهادي يحيا قاسم واضح أنهم في العشرينات نعمارهم المسارعاني هرب من مطار فرانكفورت يوم الخميس أثناء رحلة العودة إلى الجزائر هذه فضيحة مدوية هذه فضيحة مدوية طبعا قد لا تظهر في كثير من الإعلام خاصة مع الأحداث المؤلمة جدا عند شقعنا في المغرب والأحداث الأكثر إلى من عند إخواننا في درنا أكثر من 15 ألف قتيل شهداء بإبن الله وضمار مدينة كاملة إلى آخر فيه اهتمام مخبار عالمية أخرى قد لا تظهر كثير لكن أجهزة الاستخباراتية السفارات اللي في الجزائر الكنصوليات الأجهزة الاستخباراتية اللي تتبع الوضع الجزائري كلها رح يتراقب في هذا هؤلاء موش معندهمش خدمة هؤلاء موش معندهمش لبسة وينياكلوا وينيشربوا لبس عليهم دليل أنهم في فرق رياضية وطنية يعني معناها من مقارنة مع 99% من الشباب الجزائري هدون في حالة مادية أفضل لكن مع ذلك هربوا من البلاد وهذون في العشرينيات من عمارهم مثل الشابين اللي قبل أيضا ومثلهم قبلهم أكثر من مرة رهي كثير لماذا يهربوا يخلوا أبائهم ويخلوا إخوانهم وكان ربما يخلي زوجته وأبناؤه إذا كانوا تزوج إلى لماذا؟ لأن الجحيم رأوا في الجزائر وليس في أوروبا أوروبا فيها أشياء تقدر تعترض عليها تقدر متوافق عليها تقدر لكن قضية المعيشة ما تقدرش تقارنها بالأوضاع اللي عندنا ما تقدرش قضية الحريات قضية احترام الإنسان وقضايا أخرى كثيرة ما تقدرش مش فقط الأكل والشرب والعمل لا شيء أخرى أكيد كين فقر في أوروبا لكن هو نسبة تعالى محدودة جدا أكيد كين بطالة محدودة جدا 5-6% 7% 8% نحن لا تخلوح مشي في القهوي حتى تعرف حقيقة البطالة أمشي في الشوارع وشوف الشباب والرجال وخلينا من النساء اللي مساكن وضعهم أسوأ لكن نروح شوف رح شوف أي ساحة شوف أي قهوي شوف وشوف الآلاف المؤلفان على الناس ممتدة على القهوي على الصحات على اللي حووس على خدمة وكي اللي رغم ممكن اللي ينكتب لي واحد خالق من 96 و90 وحووس على خدمة نعم ما تستغربوهاش بمعنى خدمة قارة يعني خدمة تليق بالإنسان يقدر الإنسان يخدم مانوفر ولا يخدم خدمة مؤقتة يقدر لكن خدمة ذات قيمة ذات ما فهذا يزيد من غضب الناس ويزيد من الاستفزاز وراهم في الحقيقة رهم يكبروا في الحسبة فقط ترجمة نانسي قنقر